بسم الله الرحمن الرحيم نتمم تصحيح الامتحان موحد المحلي لجهة طنجة طوان الحسيمة التمرين الرابح الذي يتعلق بمبارهنة طاليس المباشرة والعكسية بالنسبة لنص التمرين أريد تلقاه في الرابط أسفل هذا الفيديو بالضبط إذن السؤال الأول أعطونا خلق أرسم المثلث A-B-C بحيث A-B فيها خمسة و-A-C فيها ستة و-B-C فيها سبعة إذا ترسمهم المثلث لأن الشكل المطلوب هنا في التمرين هذا ترسم المثلث بعد خياسات خمسة ستة سبعة ومن بعدها تأخذ النقطة M فيها ثلاثة إذا مقاتلنا هنا جوج ومن بعدها تأخذ المستقيم المار من M والموازي ل-B-C يقطع A-C في M يعني هذا متوازين هذا ما سأكون لك نعرفه ولكن هذا الجوج لا نعرفه إذن الشكل الجاني به ولكن تطلبوا مننا رسموه السؤال الثاني قال لك أحسب لنحسب A-N لو قلنا نحسبه A-N مادم أنهم أعطونا في المعطاية M-N يوازي ب-B-C إذن سنخدمه مبارهنة الطريس المباشرة نعتبر المثلة المثلة A-B-C ولدينا M تنتمي إلى القطعة A-B و-N تنتمي إلى القطعة A-C والشرط الأخير هو M-N يوازي ب-C هذا الروتيني اللي بورها لماذا بش نقوله بأن النقاط A-B-M و-A-S-W-M A-S-W-N نقاط مستقيمية وفي نفس الترتيب إذن هنا سنكتبه حسب مبارهنة طريس المباشرة أنتم مكتبوا الجملة كاملة فإن وغاد نكتبه المبارهنة فإن A-N على A-C على A-N نبدأ بالكبير على الصغير A-C على A-N تساوي A-B على A-M تساوي B-C على M-N وغاد نعوضه الأضلع ومبعد نحسبه A-C شحل فيها س-A-N مشهولة لأن A-N تنبحته عليها A-B شحل فيها خمسة و-A-M أعطوه هنا في المعطيات فيها ثلاثة إذن بجداء الطرفين في جداء الواسطين كنحصله على A-N تساوي 6 ضربة في ثلاثة نقصوه على خمسة أو كما تقولها الطريقة الثلاثية ما كانش حتيش اختزال أتبقى أننا 18 على خمسة ونخليوها من أحسن عدد كسري الآن لنحسب M-N إذن إذن نحسب M-N إذن سوف نخدمه هاد الجوج هاده دابا إذن إما هاد الجوج هاد الجوج هاده من أحسن هاد الجوج لأن هدي معروفة و هدي معروفة M-N جهولة و بس معروفة إذن A-B شحل فيها خمسة A-M شحل فيها ثلاثة B-C شحل فيها سبعة و M-N هي اللي كان بحثو عليها إذن بعد ما نضربه جداء الطرفين في جداء الواسطين و سوف نحصله على M-N تساوي سبعة مضربة في ثلاثة مقصومة على خمسة سبعة في ثلاثة هي و 21 على خمسة لا تختازلش إذن M-N هي هدي أدنا A-N هي هدي و M-N هي هدي 21 على خمسة خليوها إذن نحسبوها و نحسبوها و نخرجوها ما حتى تعطي الآن نمر السؤال الثالث سؤال الثالث قلت لتكون E نقطة من النصف المستقيم A-B بحيث A-E فيها س بمعنى أن نقضي المستقيم لا يوجد مشكلة سوف نطولها قليلا و سوف نأخذها تقريب سوف نقضي 1 سنتيم بمعنى أن نقضي تقريبا بالمستعمال المستقيم الآن سوف نبحث على التمرين إذن ها وقف للتمرين إذن جهة طانجة أطوال الحسيمة التمرين الرابع هو هذا إذن هدي فيها س بمعنى أن المسافة هدي فيها 1 والتي تكون F نقطة من A-C بحيث A-F فيها سبعة فاصلة جوج إذن سبعة فاصلة جوج سأتي خارجة إذن بستعمال المستقيم ستكمل على الس سنتيم ستزيد عليه واحد شوية لتعطي سبعة فاصلة جوج إذن هتكون F هنا وهتكون E هنا لا يهمنا لا يهمنا لا يهمنا لا يهمنا لا يهمنا ولكن اللي يهم هم القياسات إذن نكتبوا القياسات لدينا A-E فيها ستة و A-F فيها سبعة فاصلة جوج هاتش اللي يهمنا إذن السؤال جنه هو قللك أثبت أن B-C توازي E-F إذن غري خدموا مبارهانة طاريس العبسية ما دم قيام كلها عدنا A-F فيها سبعة فاصلة جوج A-F فيها ستة A-B عدنا A-S عدنا إذن ما بقلنا إلا نخدمه مبارهانة طاريس العكسية إذن نكتبوا الروتين بيال اللي هو نعتبر المثلة حيث A-E F لدينا لدينا بي تنتمي إلا A-E ولدينا الـ C تنتمي إلا أة ما نريهم بكم بي تنتمي إلا والـ C تنتمي إلا أة ما نريد؟ أول حاجة لنحسب A-E على A-B ونشوفوا ما هذا يسعطينا ونبعد نحسبه A-F على A-C إذن A-E مقصومة على A-B إذن A-E مقصومة على B هي خمسة A-B نحسبها على خمسة كسرية الآن لنحسب لنحسب A-F على A-C إذن A-F مقصومة على A-C عفوا استسمح A-F فيها سبعة فاصلة جوج A-C فيها ستة سبعة فاصلة جوج مقصومة على ستة سبعة فاصلة جوج هي 72 على عشرة على ستة بمعنى هي 72 على عشرة في واحد على ستة بمعنى أجينا 72 على ستين 72 على ستين ونقص منها مقصومة على ستين تساوي واحد فاصلة جوج وستة مقصومة على خمسة تأتي واحد فاصلة جوج وحتى هذه التي تعطي واحد فاصلة جوج إذن لاغن على الكالكولاتيس في حالة تمارن درجة التمرين لدينا إذن تمرين إذن A-E مقصومة على A-B تساوي A-F مقصومة على A-C وحسب مبرهنة طاليس العبسية وبما أن النقاط A-B-E والنقاط A-C-F كتبناها في الأول مستقيمة وفي نفس الترتيب هذه كتبت استقامية وفي نفس الترتيب فإن B-C عفوا يوازي E-F تلقنا التوازي حسبنا A-U على A-B وحسبنا A-F على A-C وحسبنا A-C وحسبنا A-C وحسبنا A-C إذن مبرهنة طاليس خاصية طاليس وحسب مبرهنة طاليس العكسية فإن B-C وازي E-F الآن طبعنا نحسب أطلح E-F لنحسب E-F وعندنا نحسب E-F شنو عدنا لدينا E-F وB-C متوازيان حسب مبرهنة طاليس المباشرة ونكتبوها ونحسبوه لدينا B-C يوازي E-F تنطبق الدرس مباشرة لدينا B-C وز E-F و B تنتمي إلى A-E و C تنتمي إلى A-F لدينا نكتبوها مدام توازي كين وحسب مبرهنة طاليس المباشرة ونكتبو A-F على A-C تساوي A-E على A-B تساوي E-F على B-C نعود A-F فيها سبعة فصيلة جوج مقسم على A-C فيها ستا A-E فيها ستا مقسم على A-B اللي هي خمسة E-F مجهولة على B-C اللي هي سبعة إذن ناخدوها تساوي هذا بتطبيق العلاقة التولاتية أو جداء الطرفين في جداء الواسطين قد نحصله ستا في سبعة مقسم على خمسة اللي هي تنين ورابعين على خمسة ونخليوها بهذه الشكل أو نخدم الكاركواتيس ونحسبوها نخدم الكاركواتيس ونحسبوها تنين ورابعين مقسم على خمسة باسة تساوي E-F تساوي ثمانية فصيلة ربعة شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في تصحيح التمرين الخامس والآخر بالنسبة لها الجهة شكرا لكم على المتابعة